السلام عليكم ومحشين يا جماعة النهاردة هنعمل مع بعض القطايف هنعملها باكتر من طريقة وحشوة جميلة مش عشان مش في رمضان نقوم وناكلش القطايف الحقيقة القطايف من الحلويات السهلة جدا وكمان اقتصادية كل اللي محتاجة يكون عندك شوية مية دافين وشوية دقيق اي نوع من الدقيق ممكن حتى شوفان يتعامل هنعمل مع بعض القطايف بطريقة حلوة ومكونات موجودة في البيت يلا ندخل بسرعة على وصفتنا ونقول اي حد لسه جديد بيزور القناة لو عجبوا الفيديو ما ينسى اشتراك وحطي لايك ويتابعني على صبحتي وقناتي هسيب اللينك بتاعهم جوا صندوق الوصف هستخدم المية الدافية وهستخدم الدقيق اللي هو العادي بتاع كل الاغراض اللي هو بتاع كل الحلويات يعني عايز اقول ويزارة بسيطة من الملح وهستخدم كمان عمك بيكينج بودر وهستخدم الخميرة وهستخدم اللي هو ملأتين صغيرين من السكر وهنزل بيهم بالشكل اللي هتشوفوه معي طريقة سهلة بكونات بسيطة كلها اقتصادية عفوا معلقتين كبار من السكر سامحوني وهنا هستخدم خميرة مش كتيل لاني هزود عندي جزء اللي هو البيكينج بودر يعني هزبط المقادير مع بعض هسيب لكم المقادير جوا صندوق الوصف خلصت القطيف هي دي المكونات وهشغالها على الخلط هحطها حوالي دقيق ونص دقيقتين لو الخلط مش بيطلحها نعمة صفيها عشان تتأكد انك تبقى في السيف صعيد ان هي كلها يعني مفيش فيها اي تقتلات عشان ما تبقاش مكال كامينك وانت بتسويها لو انت مش متأكدة ان هي كلها صفية بالشكل ده هنا بقى الحاجة المهمة اوي بقى الحاجة اللي تشتغل يعنيها لازم تبقى النار تحتها كلها داير وميدور عشان كلها تامن الفقاكية اللي انت شايفها دي وتبقى نار تحت المتوسطة يعني لا تبقى عالية ولا واطية تحت المتوسطة بالزبط يعني توصلي درجة المتوسطة تروحي مهدية عالية وتكون النار متوزعة لكل المكان اللي فيه القطيف طبعا اعملي الاحجام اللي تناسبك انا كنت اسمع فيه بيسموا القطيف الصغيرة او القطيف الكبيرة مش فاكرة خلينا عشان انا متوهش في النهاية عايز اوصلك اني لازم النار تبقى كلها متوزعة من تحت عشان ما تبقاش فيها عاجين من فوق بصوا القطيف مستوية زي من تحت ومن فوق شاربك كل العاجين مفيش عاجين نشفة ومجرد ان هي بصوا الفقاكية دي كلها تعمل تطلع قدامك تبقى هي نشفة الميا اللي فيها نشفة مفيش فيها اي عاجين تحطيها على فوتا تطلعيها تحطيها على فوتا وده احسن عشان تفضل طرية تفضل كلها طرية بالشكل ده تتسيت خلاص خلصتي هعمل هنا هعمل جوز ابيض وجوز التاني بصوا عايزة واريكو اتحكمي بقى في الدرجة اللي انت عايزها انيوي انت في النهاية بتقليها يعني حتى لو اللون بيضحها جيب فاتح وانت بتسويها مفيش مشكلة انت لسه هتقليها الناس اللي مش عايزة تاني ممكن تدخلها الفورن هنا هستخدم الشاي اللي هو الماتشا الجميل اللي انا عملت به مشروب ليكم حلوة اوي اوي هاخد جوز اي بسيط منه على جوز اي من الخليط بتاعنا وهدويبهم مع بعض هو بودر ناعم جدا منجرد انك تحطيه بيدوب مفيش فيه اي شغله خالص ومش صعب وريحته حلوة اوي 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 حقيقي غير انه هو مغزي وحنا اتكلمنا عن موضوع عن فوايدو في حلقة قبل كده عملت فيها مشروب حلوة اوي اوي واللي عايز هويد اكتر يعرف عنه وممكن يعمل استرجاع ليه هنا هستخدم عين الجمل لاني الجمل بتبقى كويسة اوي اوي في القطعيف الناس اللي بتحب غير كده هي براحطة كلنا عارفين الاكل ازواء الخاطوة اللي عايزة اكد عليك فيها انك في العين الجمل اطحانيها الجمد خليها النعمة ونزلي عليها بالعاصل وبسيط كده من الارفة ما زوديش ارفة كتير يعني عايزة تعمل ارفة وادوب بقى العسل مع الارفة مع بعض واستنى احشيهم بالطريقة شوية بس حبيت اوريك واديل قطيف مرينة جدا وطريقة جدا وزي ما بعملها بتتحرك معايا يعني زي ما انا عايزة اشغل عليها هي خلاص هي مستوية ممكن ناكل منها كده وفانا انا هعمل ده هستخدم جوزء منها احطي فيه الكريمة هنعمل كريمة او اشتا وهنحشيها ننسبها نية امين بدون قلي عايزة اقول اصيبها بدون قلي اقفلي بقى هنا الحروف كويس جدا عشان لما تيجي تقليها ما تفكش منك جوى الزيت وبعدين تقولي انا قلتلك مش عارف ايه انا بأكد عليك انك تقفلي الحروف اي وصفة اي طايف هتغدية مني او من غيري اضغطي على الحروف جدا عشان ما تفكش منك هي بمجرد انك تضغطي عليها بتمسك في بعض على طول خلاص ومش محتاجة انك تدهني ولا ناشا ولا دقيق والحاجات دي عشان تتأكد ان هي عفلت ممكن تختبري واحدة على فكرة عشان تتأكد ايه بس انا جوز انكيس عشان الناس اللي ممكن تفتح منهم عشان ابقى يعني ايه يعني قلت كل حاجة عشان ما هدش يعمل حاجة وبعدين يدي عليها شايفين عمالة قلع بيها فوق وتحت يمين وشمال فضل دخلها بسكت بول وما بتفكش هنا اعملت كام واحدة كبيرة بالماتشا وقلت ان انا مش لها هسيبها كده يعني عشان لو انا عايز احط عليها بلوبر يحط عليها فراولة من فوق اي نوع من الفواجه اللي هي الجميلة اللي هي الخفيفة السريعة دي احطي بقى كريم تشيز من فوق او حطي اشتر ووزحها عمالنا مع بعض كريم تشيز كتير وعملنا الجبنة كيري وعملنا الجبنة البرغالية وعملنا الجبنة التلجة عملنا الجبنة القرش عملناها بطرق مختلفة كتير جدا هسيب كل طريقة جوة صندوق الوصف سهلة لكم جدا واقتصادية هاخد جزء من الجبنة اللي انا عملتها معاكم ونزلتها وهستخدم عليها بسيط من الهافي كريم لو ما فيش هفي كريم يستخدم الحليب العادي وهو هديب بسيط من السكر ما تقلقيش هسيب المكونات جوة صندوق الوصف وهستخدم هنا ببسيط هاخد النكهة بقى بتاعت الماتشا بتاعت الحلوة اللي استخدمتها في العجيد لاني هعمل جوز بالكريمة فيه وجوز التاني هسيبه ابيض الجوز اللي هشتغل عليه ده عشان يبقى كله بقى وغد فليفر واحد شكله فليفر يعني ادلع الدانية يعني ازبط الحاجات عايز اقول الطريقة دي لما بتعمليها القطيب دي لما بتعمليها بالطريقة اللي احنا اشتغلنا عليها عشان تروح تجيبيه واحدة بس ويحطها لك في علبة كده ويقفلوا عليها تلاقيها غالية جدا على فكرة خاصة انو انت عامناها بالماتش عشان هو غالي اساسا عملنا ما بعد السيرب باكتر من طريقة ولسه كنا منزلين السيرب ما بعد من فترة برضو هسيب اللينك بتاعه جوا سندول وصف في مرحلة القلية بلاش تغلي زيت اوعي تغلي الزيت يعني اول ما يسخن الزيت يبتدي بقى انزلي عليه وما توقيش حطه على نوع درجة حرارة عالية ولا واطية عشان لو هي واطية هيشرب بالقطيفة تشرب زيت ولو هي عالية هتتحرق فخليها يعني فيه تعادل وخلي ايديك فيها لانها ما بتاخدش وقت نهائي خالص لانها اساسا مستوية كل انا عايز اعمله بصوا اللي انا فتحتها وسبتها دي عشان هحش فيها فيه وكم واحدة سبتهم قفلت جزء واحد من تحت وسبت الجزء اللي من فوق مفتوح ده عشان انزل كده بالارتاس عليها بسيط من الكريمة البيضة اللي احنا اشتغلنا عليها تقدري هنا تستخدمي اي نكهة من السيرب عملتي معاكم الزعتر اسمه لا عفوا الزعفران والرنفل والفانيليا فيه ناس بتحبي ماء الزهر فيه ناس بتحبي ماء الورد زي ما قلنا ومتفقين دايما ان الاكل ازواء بصوا شكلها عاملي زي انا بحب الحجم ده وانتي بتعملي كده بتعمل صوت اوبا بصوا جبنا شكلها عاملي حقيقي تبارك الله تبارك الله تبارك الله هنا بقى هنزل بالهوك اللي اسمه الكريمة اللي دفنا عليها الشاي فيه الاجزاء اللي انا مقالتها وهبتدي اوزحها واسبها في طبق تاني كده رئيسي على الجنب بحس ان انا حط عليها الفواكه اللي قلتلكوا عليها اللي هي متواجدة بتاعة الموسم نفسها اي ان كانت بقى برطقان فراولة اي حاجة من اللي موجودة عندك في البيت ممكن موزة تبقى حلوة قوي قوي وهنا هضيف الهية بعد ما قلتها قفلت جزء من تحت وصبت جزء اللي من فوق مفتوح وينزلت بالكريمة اللي هي البيضة خالص اللي ما حطناش عليها اي حاجة وزعنا عملنا تشكيل عيلة ممكن تغيري بقى الشكل ديفي بسيط من الهو الفوزه عشان اللون الاخدر يظهر هنا اللي بالشي ده شكلها حلو ما قلنهاش بس قفلين جزء وفتحين جزء عشان نحشي الكريمة هنا اللي عملناها بعين الجمل وحشينا فيها تقدري تحشي زي ما انا عملت بسيط من الجبنة وتقدري تستغني عن موضوع الجبنة ده خالص لان هي الجبنة بتبقى حلوة بس وهي سخنة لما بتبقى بردة ما بتحسيش بتعمها فانا بديكوا كل النصيح وانتوا عليكوا اختاروا ما قرمشها الاخر واحدة ما فيش ازهل من كده ممكن تعملي خليط القطايب ده وتحفظيه في علب يفضل معاك في التلاجة حوالي من اصبوع لأصبوع كفاية اصبوع عشان ننسبتها من اصبوع لعاشر تيام بعد ما عد عليها الاصبوع لقيتها من فوق كده تحسين فيها مية يشوية انجوي يا جماعة كان معاكم ومعالي تابعوني انا قولاتي تانية وصبحيتي عرفيس هسيبي لينك بتاعها جواسان دول وصف احبوكم اشتركوا في القناة